أهلاً وسهلاً فيكم اليوم معنا باسمي وباسم جمعية خطط توحد نرحب فيكم جميعاً وبنرحب في الدكتورة ناسيمة اليحياوي استشارة طب الأطفال والغدد الصماء بمسترفة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أستاذ مساعد بقسم طب الأطفال جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثل وحدة الغدد الصماء للأطفال في لجنة الدراسات العلية بقسم طب الأطفال جامعة الملك عبدالعزيز ما شاء الله دكتورة ناسيم قامة علمية ومسيرة مهنية ما شاء الله تبارك الله اليوم حتكون معنا في عدة محاور عن مرحلة البلوغ والمراهقة لدى الأفراد وإطراب طيف التوحد حتحدثنا اليوم دكتورة ناسيم عن كيف يحدث البلوغ ما هي علامات البلوغ عند الأطفال هل يمكن تأخير مرحلة البلوغ وما هي الفوائد والأضرار من ذلك أيضا كيف نتغلب على الصعوبات المصاحبة للبلوغ عند الأفراد من ذوي إطراب طيف التوحد هنبدأ مع الدكتورة ناسيم إن شاء الله ثم لاحقا سيكون معنا دكتور صلح الفقيه وحنترك الاستفسارات والأسئلة لنهاية اللقاء فضلي دكتورة ناسيم جزاك الله خير على المقدمة الجميلة في الأول حب أرحب فيكم وحقيقة يعني لي الشرف أني أكون معكم اليوم في هذا اللقاء وإن شاء الله يكون اللقاء مثمر ونستفيد منه جميعا سنتحدث اليوم عن مراحل البلوغ الطبيعية لدى الأطفال المحاور لهذه المحاضرة ستكون ما هي مرحلة البلوغ ما هو سن البلوغ لدى الفتيات والصبيان يعني نتحدث هنا عن السن الطبيعي للبلوغ كذلك ما هي التغييرات المصاحبة لمرحلة البلوغ والهرمونات المسؤولة عن هذه التغييرات وهل هناك السواب تؤدي إلى تقدم أو تأخر في سن البلوغ وأخيرا سنختم بكيف أتعامل مع ابني أو ابنتي خلال فتة البلوغ وسنتحدث عن البلوغ والأطفال التوحديين طبعا سيكون هناك وقت إن شاء الله في آخر المحاضرة لترك مجال الاستفسارات طيب البلوغ هي مرحلة من مراحل النمو يبدأ الجسم جسم الطفل خلاله بتغيير من جسم الطفل إلى جسم شخص باله طيب هناك فاق بين كلمة البلوغ والمراهقة وضروري الكل يكون عنده فكرة عن الفرق هذا فإحنا عندما نتكلم عن البلوغ نتكلم عن تغييرات جسدية بينما فتة المراهقة هي تشمل البلوغ وتشمل كذلك انتقالات أو تغييرات عاطفية اجتماعية من مرحلة الطفول إلى مرحلة النوج طيب ماذا يحدث خلال مرحلة البلوغ؟ تفرز هرمونات وتؤدي هذه هرمونات إلى تغييرات في الجسم ويكون البلوغ ملحوظ بهذه التغييرات الجسدية طيب ما هو سن البلوغ؟ إذا تحدثنا عن الفتيان فالسن البلوغ يبدأ من سن 9 إلى سن 14 سنة ما يعني؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أصغر سن مقبول لبداية تغييرات البلوغ هو سن التاسعة تغييرات البلوغ تأخذ سنوات حتى تكتمل وهنا تفسيرك لمفهوم شائع جداً 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 يعني يأتوا حين العائلة في العيادة وبس أقول لهم أن الطفل بدأ في مرحلة البلوغ يتفهموا المسألة على أنه تكتمل البلوغ لا superpower البلوغ يعني من بداية مرحلة البلوغ إلى أكتمال البلوغ تأخذ ثلاثة إلى أربع سنوات فبداية في الألوان أقل سن الطبيعي لبداية البلوغ هو سن التاسع سنوات طيب، في طفل هى يبدأ البلوغ في السن التاسع هى اللي هى يبدأ في سن العاشر هى اللي هى يبدأ في سن الحدي عاشر هذا كلها عمار طبيعية متى نبدأ في القلق؟ نبدأ في القلق إذا دخل الطفل مرحلة بلو قبل سنة التاسعة لدى الأبناء لدى الفتيان أو بعد سنة الرابعة عشر يعني انتقل الطفل لعمر الرابعة عشر سنة وما في أي علامات لبلو طيب والفتيات الفتيات يبدأ السنة الطبيعية لبلو من ثمانية سنوات ويستمر إلى سنة الثلاثة عشر سنة يعني هناك بنات فتيات يدخل في مرحلة بلو على سنة 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة 12 سنة كل هذا مقبول إذا تأخر سنة بلوغ عن 13 سنة هنا نبدأ في القلق أو تقدم على سنة 8 سنوات واضح المسألة طيب تطورات مرحلة بلوغ كما ذكرت من أسبقا إذا فكرنا في الفتيان تأخذ 4 إلى 5 تعماء تبدأ والعلامة بنمو الأجهزة التناسلية نمو الخصيتين وكيس الصف هذه أول علامة وأول مؤشر على أن الطفل بدأ في دخول في مرحلة بلوغ أحيانا لا ينتبه الطفل لذلك ولا حتى الأهل ولكن إذا فحصه طبيب مفتص فإنه قد يفاجأ الأهل بأن الطفل بدأ في هذه المرحلة ثم تنظر بعد كذلك علامات واضحة تغير الصوت زيادة في حجم الأعباء التناسلية الخارجية الواضحة نمو في شعر العانة ثم تحدث وثبت النمو أو ما يطلق علي عامة يعني فزة النمو طيب وتأخذ هذه المرحلة أربع إلى خمسة دعوة أما لدى الفتيات فمرحلة بلوغ تستمع من سن ثلاثة إلى سن الأربع سنوات سن الثلاثة إلى أربع سنوات وتبدأ بزيادة حجم الثديين ثم نمو شعر العانة ثم وثبت النمو وآخر مرحلة هي مرحلة الإحاضة أو الدورة الشهرية هل هناك علامات إضافية للبلوغ؟ نعم، هناك علامات إضافية مثل مثل نمو شعر الإط ظهور البثور أو حبة الشباب تغير رائحة الجسم لذي اليافعين فيبدأ الطفل في التعرق زيادة في حجم أنسجة العضلات في الفتيان وعرض المنكبين إعادة تشكل الدهون في جسد الفتاة بل يصبح جسدها أنثوي أكثر طيب، ما هي محددات سن البلوغ؟ هناك عوامل تؤثر في سن البلوغ أهم عامل لم يكتشفوا العلم إلى هذا الوقت لا أحد يعلم لماذا تبدأ مرحلة البلوغ في هذا الوقت تحديداً لكل طفل وهذا يأخذنا إلى الحديث يعني مسبقاً عن الأمور التي حدث عنها اللي هي البلوغ المبكر أحياناً يحدث بلوغ مبكر في أعمار مبكر جداً ولا نستطيع تفسيره علمياً لماذا حدث؟ فعوامل سن البلوغ قد تكون غير مفسرة لماذا بدأ البلوغ في هذا السن لهذا الطفل هناك عوامل وراثية أحياناً يكون سن البلوغ متأخر لدى الأم مثلاً أو لدى الأب ويورث هذا الشيء لابنه أو بنته تلاقي العائلة مثلاً الكل يبدأ في البلوغ في سن متأخرة أو على العكس يبدأون في البلوغ في سن مبكر طبعاً نحن نتكلم الآن في الحد الطبيعي وهو تسع سنوات في الأولاد والثمانية سنة فمثلاً يبدأون بالضبط في سن التاسعة وهذا يعتبر أبدر شيء في الحد الطبيعي ويكون المسألة وراثية كذلك كنت تتجسم الأطفال الذين علون من سمنة أو زيادة في البلوغ يكونون عرضة لظهور علامات البلوغ أكثر من قرانهم دول الأوسان الطبيعية طيب ما هي الهمونات المسؤولة عن البلوغ الغدة الهايبوثالمس وتقع في قاع الدماغ غدة الهايبوثالمس ما تحت الميهاد بالعربي الاسم بالعربي ما تحت الميهاد هذه الغدة هي غدة متحكمة طيب وتفرز هرمون يدعى GNRH هذا الهرمون يذهب إلى غدة النقامية ويحفز إفراز هرمونين LH and FSH وهذه الهرمونات تدعى بنادوتروبين وهذه الهرمونات ترسل تذهب إلى المباياة في النساء والخصة في الفتيان وتؤدي إلى إفراز هرمونات البلوغ أو هرمونات الجنسية أو السكس هرمون والهرمونات الجنسية سواء في الفتيات هرمون الاستروجين وفي الفتيان هرمون التستوسترون هي الهرمونات المسؤولة عن بهور علامات البلوغ من شعر إبط أو شعر عانة أو زيادة في حجم العباء التناسلية أو نمو في الثدي كلها تحدث تأثير الهرمونات الجنسية التي تفضل من المبض والخصية فكما ذكرت الهيبثة لمسترسل إشارات بالتغييرات الهرمونية تحفز بدورها الغدة النقامية وعندما يصل هذرهم للغدة النقامية وهي غدة صغيرة جدا بحجم خاصية سبحان الله هذه الغدة على صغر حجمها إلا أن لديها وظائف معقدة وتتحكم تتحكم في أغلب الغدة الأخرى في الجسم ويعني تدعى الماستر جلاند يعني الغدة المتحكم تتحكم في وظائف الغدة الدرقية تتحكم أيضا في وظائف الغدة القضرية وذلك تتحكم في وظائف النمو تتحكم في وظائف الخاصية تتحكم في إنتاج هرمون الحليب تتحكم في إنتاج هرمون النمو هذه الغدة سبحان الله حجمها صغيرة جدا جدا بحجم الفاصولية إلا أن لديها وظائف عظام فهرمون الجنسية هذر هذر المسئلة غدة نقامية والغدة نقامية تفرس القنادو ترابين اللي هما LHFSH والذي ينشط المبيضان لدى الإناث لإفراز هرمون الأستروجين وخاصتين لدى ذكور لإنتاج هرمون التسترسوم طيب يشارك هرمون الأستروجين في نمو السمات الجنسية لدى الإناث وكذلك التسترسوم وسؤال السمات الجنسية لدى الذكور وتطورها طيب ما هي التغييرات النفسية للمصاحب المرحلة البلغة؟ أنا في الضغط ألا أسهب في هذا النقطة لأن دكتور صلحي هو الطبيب المتخصص في هذه المسألة وسيتحدث عنها إن شاء الله ولكن نذكر بإجاز أنه يصاحب البلغة الجسدي طفرة في النمو العقلي والعاطفي ويصاب البالغين بحالة عدم توازن نفسي الطرق المزاج أحيانا زيادة في الحساسية زيادة في العصبية أكثر من المعتاد لأنها مرحلة يعني مرحلة انتقالية يحس الطفل أنه انتقل وأصبح بالغ أنه المفوض التصرف أنه خرج من عالم الطفولة ولكنه لم يدخل إلى عالم البالغين لأنه لا يستطيع التفكير كشخص بال فهي مرحلة انتقالية يصاب الطفل أحيانا بالاضطراب أحيانا هناك ضغط اجتماعي أنت كبرت تصرف كذا لا تتصرف كذا فالتغيرات الجسدية أحيانا تكون على الطفل واحدة من أسباب الضغط يجد أن الجسم يتغير يتغير بسرعة فهذه مرحلة حساسة ويجب التعاون معها بالشكل الصحي ومن هنا جاء الحديث اليوم عن هذه المرحلة طيب هل هناك اضطرابات طبية أنا أتكلم طبعا الآن نعود لمسألة اللي هي الجسدية الطبية الجسدية اضطرابات البلوغ نعم هناك اضطرابات البلوغ البلوغ المبكر والبلوغ المتأخر البلوغ المبكر هي حالة يبدأ جسم الطفل فيها في التغير إلى جسم شخص بالغ في مرحلة مبكرة يعني أنا لدي أطفال في سن السنة تسعة أشهر سنة ثلاثة سنوات خمسة سنوات ودخلوا في مرحلة بلوغ إلى آخر مرحلة بلوغ يعني آخر طفلة عمرها كانت تسعة أشهر تسعة أشهر وجاءت بنموف الثدي ودورة فالأهل كانوا في حالة استغراب شديد وتخوف شديد جدا ولكن تحدث هذه المسائل كما ذكرنا سابقا أغلبها ولله الحمد لا يوجد سبب عووي في أغلب الحالات فهو يعد بلوغ مبكر إذا دخلت الطفلة في مرحلة بلوغ قبل سنة ثمين سنوات والطفل قبل سنة ثلاثة سنوات طيب ماذا يحدث في هذه المرحلة؟ نمو بلوغ مبكر ونمو سيئر للعظام والعضلات وتغير في شكل الجسم وحجمه وتطور في قدرة الجسم على التكاثر الأسباب قد تكون بلوغ مركزي مبكر مركزي أو بلوغ مبكر طرفي ماذا نعني بالبلوغ المبكر المركزي؟ البلوغ المبكر المركزي نعني به أن المحرك لعملية البلوغ هي هرمونات الغدة إياً كانت الهيبوثالموس أو هرمونات الغدة النخامية فهي مسألة مركزية وعند النظر إلى هذه الغدد والبحث عن طريق التحاليل عن طريق الاختبارات التحاليل المختبرية عن طريق الأشعة لا نجد أي سبب عضيه وهذه هي تغلب على البنات على البنات يكون هناك بلوغ مبكر مركزي غير معروف سببه وكذلك قد يكون هناك مشكلة طبية هي المفسر لهذا البلوغ المركزي المبكر كمثلاً وهي الحمد لله نادرة ولكن قد يكون هناك بلوغ في الدماغ أو الحبل النقاعي خلل في الدماغ أثناء بلادة تراكم السوائل استسقاء دماغي غورام حميدة تعرض الإشعاعات إصابات في الدماغ صور في وظائف المعودة الدرقية كل هذه قد تسبب بلوغ مبكر مركزي أما البلوغ المبكر المحيطي ماذا نعني ببلوغ مبكر المحيطي؟ يعني أن الطفل ظهرت في جسمه أو الطفلة ظهرت في جسمه علامات بلوغ في سم مبكر ولكن ليس لهرمون الهرمونات الغدة غدة الهيبوثالمس الغدة النخامية أي علاقة بهذه المسألة بل على العكس معدلات إفراز هرمونات الغدة النخامية ودمات الهيبوثالمس تشابه معدلات الأطفال ولكن هناك إنتاج هرمون الاستروجين وتستسترون من منطقة بسبب غير طبيعي في الجسم الطفل طيب من أين أتى هذا الهرمون قد يكون قد يكون السبب وراء إطلاق هرمون الاستروجين أو الهرمون التستسترون مثلا قد يكون السبب مشكلات في المبعض طيب مشكلة في المبعض أو الخصتين أو الغدة الكضرية أو الغدة أو الغدة الكضرية هذا خطأ في الكتابة أو أعتدد عنه الغدة النخامية لشهدها أي علاقة هذا المسألة طيب مثلا أوراق الغدة الكضرية التي تفرز هرمون أو المبيض طيب فالغدة الكضرية أو المبيض أو الخصتين مثلا المتلازمة مكون أربراج وهي الطراب وراثي نادر يؤثر على لون الجلد والعظام يسبب مشكلات هرمونية في هذه المتلازمة تكون المشكلة في المبيض المبيض يفرز كميات عظيمة ورهيبة من الاستروجين والاستروجين يؤدي إلى حدوث كافة تغيرات لسدية في جسم الفتى ولكن عند نضع إلى الغدة النقامية أو الغدة هيبثلمس نجد أن معدلات الهرمونات طبيعية جدا ومعدلات هرمونات الطفولة أو التعرض لمصادر خارجية للهرمونات الأستروجين أو التستروجين مثل الكريمات والمراهم أو تضخم الغدة الكضرية الخلقية وهي مجمع من الطلبات الوراثية تؤدي إلى إفراز معدلات هائلة من هرمونات التستروجين ولكن الآن من الغدة الكضرية ليست من القصدين عند الفتيات قد يكون هناك تقييسات المبايضة أو رام في المبايض أدت إلى إفراز معدلات الأستروجين طيب كذلك الورم مثلا عند الفتيان ورم في الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية والطفرة الجينية وهي الطراب نادر يسمى بلوغ الجنسي البكرة العائلة في هذا الاطراب يحدث دائما بلوغ مبكر في الذكور في العائلة بشكل وراثي وهذا بسبب طفرة جينية ويؤدي ذلك إلى إنتاج مبكر لهم ونطسسر عند الفتيان في عمار تدراح بين السنة والأربع سنوات يعني في عمار مبكر جدا جدا طيب ما هي المشاكل البلوغ المبكر؟ هل نحتاج إلى علاجه؟ طبعا من الضرورة جدا جدا علاجه لماذا؟ لأن البلوغ المبكر يؤدي إلى قصر قامة طب ما هي العلاقة يا ترى بين البلوغ المبكر وبين قصر القامة؟ ما يحدث كالتائي هرمونات البلوغ الإستروجين والتسسرون يتجهان إلى عظام الطفل فلنفطيضنا الطفل عمره ثلاث سنوات أول بع سنوات ولديه هرمونات كمية هرمونات موجودة في جسد شخص عمره 14 سنة 15 سنة هرمونات هذه تتجه إلى الهيكل العظمي وتؤدي إلى تسارع نمو الهيكل العظمي فنجد أن عمره الطفل أربع سنوات ولكن هيكله العظمي سبع سنوات ثمانية سنوات طيب هل هذه مشكلة نعم مشكلة لأن كل سنة تمر ويتقدم فيها عمره الهيكل العظمي معناها خسرنا نمو السنة كاملة مثلا إذا كانت تقدمت هذه السنوات معناها إذا كان متوقع نمو الطفل 5 سنة في السنة فخسر 15 سنة من طول النهاية طيب وكيف يحدث ذلك نجد أن الطفل في مرحلة المبلوغة المبكر قبل التشخيص قبل العلاج لديه سرعة نمو سريعة يصبحون في الأول في بداية المسألة طوال قاموا مقارنة بقرانهم تجد أن الطفل عمره ثالث سنوات ولكن طوله في طول أطفال عمره خمس سنوات ولكن ذلك حدث نتيجة نضج سريع لعظامهم أكثر من الطبيعي فتجد أن الطفل مثلا إذا ترك من غير علاج لمدة أربع سنوات أو ثالث سنوات بدأت المشكلة في عمره ثالث سنوات واستمرت إلى عمره السبع سنوات بلا تدخل علاجي فنجد أنه عند عمره السبع سنوات يكون عمر العظم 12 سنة أو 11 سنة ويتوقف النمو وينتهي بأن يكون بالغ مصاب بتقزم أو قصر شديد في القامر ولذلك واحدة من الأمور التي تجعلنا نعجل في العلاج لمنع حدوث هذا الشيء إعادة هرمونات البلغ للحد الطبيعي فنمنع تسارع النمو العومي طيب ونحافظ على طول الأطفال هل هناك مضاعفات أخرى لبلغ البكة نعم مشكلات اجتماعية عاطفية قد يشعر الأولاد يعني طفل عمره ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات قد يشعر بخجن شديد جدا حول التغيرات لتلحق برسامهم لا يحبون الأطفال في هذا السن أن يكونوا مختلفين جسديا عن أقرانهم يأثر على تقديرهم لذاتهم هنا بعض الدراسات أيضا تذكر أن الطفل هذا يكون عرضة للأسف للتحرشات الجنسية أكثر من غيره من الأطفال طيب وما هي عوامل الوقاية في الأغلب لا يوجد عوامل وقاية يجب يعني اتباعها أو لمنع حدوث بلغة مبكر ولكن نحن نتكلم في العادة عن إبعاد الطفل عن مصادر خاجية للسيرجين والتسترون مثل أدوية شعبية مثلا لا نعلم ما هو محتوى هرمون للسيرجين في هذه الأدوية والتسترون أو مثلا أدوية صرفة للكبار كمراهم مثلا طبعا يجب أن نتبه أن يبتعد الطفل عن استخدامها مكملات غذائية التي تحتوي للسيرجين والتسترون وليست كثيرة الحمد لله لم تمر عليها صراحة لأي ممكن مكملات غذائية وكذلك نحاق وضع على وزن صحي بشكل عام بصحة الطفل وليس الموضوع بلغة طيب ماذا عن بلغة المتأخر كما ذكرت سابقا هو تأخر بهور علامات البلغ لسن الأربعة عشر عند الفتيات وسن الخمسة عشر عند الفتيان علاجه غالبا لا يتم معطاء العلاج ولكن ينتهي تنتهي هذه المسألة المتقانا سيضخط في نمو في نمو طبيعي وبلغ طبيعي طيب كما ذكرت سابقا أغلب الذين يعانوا بمشاكل البلغة المبكر هن الفتيات وأغلب الذين يعانوا بمشاكل تأخر بلغة الذكور لأن هناك تأخر بلغة البنيوية لدى الذكور هذه ظاهرة متوارثة وموجودة كثير في المجتمع و نترك الطفل أمانة يعني إذا تضمننا أنه ما في هناك أي عامل مرضية مثلا كقصور في الغدة النخامية أو قصور في وظائف الخصية أو قصور في الغدة الهيبوثالمس وكل الأمور تجري بشكل طبيعي إلا أن تشخيص وتأخر بلغة البنيوية في أغلب الأحوال نعطي الأهل تطمين بأن علامات البلغة ستظهر ولكن انتظروا عليها قليلا ولكن أحيانا نلجأ علاج هرموني صراحة للحفاظ على صحة الطفل النفسية لأن الطفل هذا سيكون وسط أطفال أو ليس الطفل الفتى سيكون وسط فتيان دخلوا سن البلغ فمروا بمرحلة طفرة النمو مروا بمرحلة عرض المكبين العضلات نمو العضلات وهو يظهر وصهم كطفل صغير جدا فأحيانا يكون معرض التنمر ويأثر على تحصيل علمي وتقليل ثقته بنفسه وتؤدي إلى مشاكل اكتئاب وكذلك لذلك إذا وجدنا أن الطفل النفسي بدأت في التأثر يعطيه جرعات شهرية قليلة جدا من هرمون تسترون قد تكون ثلاثة حقا مثلا لمدة ثلاثة أشهر متتابعة ومع متابعة طبعا بشكل منتظم في عيادة الوضع الصماء للمراهقين أو للأطفال للتأكد من أن الأمور تمشي في النصال الصحيح وماذا يحدث عند عطائه ثلاثة جرعات على مدى ثلاثة أشهر يحصل زيادة تسارف من بلغ والنمو الجسدي من غير تأثير على طول الطفل طبعا أو تأثير سلبي أقصد على طول الطفل بالعقص يبدأ الطفل في المرور بمرحلة الفزة أو الوثبة في الطفل طيب كيف نعيد طفلنا لمرحلة بلغ أنا أتحدث هنا بالنسبة للوالدين سأنا أبدأ الأب أو الأم كذلك لمقدمة الرعاية وقد لا يكون بقى أحد مقدمة الرعاية الأول فنتحدث عن مسألة مبكرة وكثيرا كلما بدأنا في الحديث مبكرة كلما كان ذلك أفضل وتكون المسألة تدريجية فنظم جلسات عن الحديث يعيب وضع أن يكون الحديث كله في مرة واحدة ومن المحبة طبعا طرح أسئلة على الطفل أو طلب الطفل أن يطرح أسئلة بنفسه هناك بعض الأطفال ما شاء الله يحب طرح الأسئلة وفيجب الإجابة على الأسئلة بأمانة وضوح أما إذا كان الطفل من نوع الخجول فنستطيع أن نطرح الأسئلة عليه ونبدأ في مناقشات قد تكون مناقشات بسيطة أولا ثم نتدرج في المعلومات مهمة جدا جدا الحديث هذه لأنه لأنها لأن الطفل قد يكون قد تلقى معلومات عن طريق الصفاء غير دقيقة وأدت إلى مفاهيم خاطئة لذلك لا بد من نتأكد من أن المفاهيم هي صحيحة فأول خطوة في النقاشات هذه إزالة أي معلومات خاطئة وأسأل طفلك عما إذا كانت لديها أي أسئلة إذا كان الطفل تلقى دروس في مدرسة علينا مراجعة الدروس أو التأكد مما يطرح من مادة علمية ولكن وغا إن كان فيها إحراج مبدأي للطفل إلا أنها على المدى البعيد ستزيل المخاوف الغنبر أو القلق من مسألة البلوم أن هناك قلق أكيد يعني وضروري جداً من التحدث عنه وليزاة القلق طيب بالنسبة للفتيان ضروري من التحديث معهم عن التغييرات الجسدية التي ستتحدث في مرحلة البلوم وكذلك الاستماع على الأسئلتهم ومحاولة إجابتها وضروري جداً جداً توجيه الأبناء إلى كيفية الاعتنام من نظافة شخصية نظافة الجسم والاستحمام الدوري والحرص على نظافة الأوات التناسلية كذلك علاج حب الشباب إذا وجد ضروري من الإشراف على هذه المسائل لأن الطفل أو المراهق لا يستوعب هذه المشاكل يعاني منها ولكن لا يستطيع الحديث عنها أو يخجل من الحديث عنها استخدام مزيلات العرق التفقيف الديني إذا الطفل أصبح المراهق مكلف شرعياً الصلاة الصوم الحجاب لدى الفتيات الطهارة هذه كل أمور من الضروري جداً 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 التحدث مع الفتيان والبتائلات عنها طيب هناك بعض المراجع عندما بحث ماذا عن الأطفال التوحديين يعتمد طبعاً الحديث معهم على شدة التوحد معدل مثلاً الاستيعاب لدى الطفل قدراته اللغوية كل هذه تحدد اتجاهنا في التعامل مع الموضوع هل مثلاً سنتعامل مع كما ذكرت سابقاً إذا كان ما شاء الله لدى الطفل يعني وعي عالي جداً وقدرات لغوية ممتازة أو إذا كان مثلاً لدى الطفل بعض الصعوبات مثلاً الأمور الأمور التي ذكرتها سابقاً كمثلاً كيف يستخدمون المزيلات العراق طريقة الاستحمام الصحيحة كذلك مثلاً الروتين اليومي وهذه الأشياء طيب عند الفتيات طبعاً أهم وآخر مرحلة مرحلة بلوغ هي حدوث الدورة الشهرية طيب وضر من الشرح للفتيات أنه معنى حدوث الدورة الشهرية أن الجسمها يتمتع القدرة الجسدية على الحمل وكيف تحدث الدورة إذا لم تخص البيضة فإنها تتكس وتنخفض مصريات الهرمون تخلص الرحم من بطاناته السميكة عبر المهبل وهذه هي دورة الحج أو الدورة الشهية ومن المرجح طبعاً أن تكون الدورات الشهرية الأولى غير منتظمة خفيفة أو كثيفة يعني متوقع أن تكون غير منتظمة في الفترة الأولى وضر شرح أنها قد تكون مؤلمة لسبب حدوث تشملجات أسفل البطن والظهر وتظهر مباشرة قبل بدء الدورات وكذلك قد يكون هناك صداع دوقة غثيان مهم جداً تحضير الطفلة نفسياً لهذه الأمور وإذا حدثت تكون هي محضرة لها ويكون وقع الأمور هذه أخف بكثير جداً جداً عن إذا كانت مفاجئة إذا كانت مفاجئة تظن الطفلة أنها أصيبت بمرضة أو مشكلة صحية طيب هذه أيضاً وجدتها في واحدة من مراجع المراجع أو المواد وعدة لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد وتساعد الطفلة تحتي شدة الألم ومصاحب الدورة الشهرية فمثلاً صفر أو الوجه الباسم لا يوجد ألم الوجه مثلاً عشرة فألم شديد جداً ووجه يبكي وفي المنتصف تحديد الدرجة وهذا ساعدنا على تقرير ما إذا كانت الطفلة مثلاً تحتاج علاج مثلاً عن طريق مسكنات أو علاجات أخرى طيب ضروري جداً جداً الحديث عن معلومات العملية العملية ماذا نقصد معلومات العملية نقصد نقصد استخدام مثلاً فوطة صحية أهمية تغييرها من الضغام احتفظي مسبقاً داخل الحمامبا بانواع مختلفة من المنتجات الصحية تجربة هذه المنتجات مع الطفلة شجعيها على حمل المنتجات الصحية في حقيبة الظهر كذلك توقع متاح ستكون الدورة القادمة حفظة ذلك في تقويم مثلاً أو في تقويم الهاتف الذكي بحيث أن الطفلة تكون قادرة على التنبؤ بموعد الدورة الشهية طيب وبشكل عام يصاب صبنا الفتيات بخوف شديد من هذه المسألة فمناط الطبيعي أن تشعر بالقلق وضر يمنط أنه لا يوجد ما يدعو للخوف وأنك متاحة لأي أسئلة سواء الأم أو لا طيب ماذا عن النصائح الوالدين لأطفالهم التوحديين كما ذكرت سابقاً يتم الشرح على مستوى فهم الطفل ما يضروري أحيانا إشاق معالج سلوكي أو معالج بإحتاجات قاصة في تقليل الطفل وتأهيله لتعاون مع مرحلة الملوم مثلاً عند الفتاة قد نستخدم مثلاً دمية لشرح المسألة كذلك الصور ساعد كثيراً في هذا المسألة مثلاً واحدة من الأمور المهمة تعليم الطفل الخصوصية الخصوصية مثلاً وتصرفات الغير اللائقة المصاحب أحيانا محة البلوغ مثلاً مثلاً تجنب في هناك أحديث قد تكون في الظاهر أو في الفابليك وهناك أشياء تكون خاصة جداً ما هي تصرفات اللائقة الغير اللائقة ممارستها في الأماكن العامة وما إلى ذلك وجدت هذا الدليل الشادي صراحة استمتعت بقراءته ولكن لما جده بالعربي قد يساعدنا الأخت عهود من الجمعية لإيجاد أدلة مشابهة للأهالي لتبقيف الأطفال التوحدين عن مرحة البلوغ والمراهقة طيب هنا بس أذكر سريع إلى متى نحتاج لإستشار الطبية إذا تأخرنا عسلنا بلغة طبيعية كما ذكرت أو إذا كان هناك عظم انتظام في الدورة الشهرية بعد مرور سنة من أول دورة أو إذا كانت الدورة الشهية تسمير أكثر من سبعة أيام دائماً لديها ألم شديد كذا في الدورة تنزف بين الدورات الشهرية أو نزف أكثر من المعتاد في هذه الحالات تفضل متابعة طبيبة النساء مختصة مختصة في البلغ أو في المراهقين طيب السؤال الأخير الذي ربي جاب عليه هل يمكن تأخر موعد البلغ لدى الأطفال نعم يتم التأخير في حالات معينة مثلاً إذا كان هناك بلغ مبكر نستخدم حقاً شهريا الجيانا ريج وهو كابح للمحور الوطائي أو المحور الهيبوثيلمس ونستمر عليه إلى ما نقرر أن الوقت قد حال للبلغ ثم نتوقف العلاج طيب هل هناك عرض جانبية لهذا العلاج هناك بعض العرض الجانبية وهذه العرض الجانبية ليست لازمة يعني مش لازمة حدوثها ولكن احنا مثلاً عندما نبدأ أنا أعالج كثير من الفتيات بهذا الهامون ونبه الأهل أن هناك إذا تم إهمال صحة الطفل صحة عظام الطفل مثلاً يجب أن يشرب الطفل أو الطفلة حليب أو البان مثلاً كاستين في اليوم يجب الانتظام في أخذ بيتامين دال يجب التأكد من مستوى بيتامين دال في الدم فالمحافظة على صحة العظام يجب مارسة رياضة بشكل منتظر إذا تأكدنا من هذه الأمور كلها إن شاء الله لا يجب أن نعلم مشكلة الشاشترالان لا في فترة الاستخدام ولا لاحقاً أما إذا تم إهمال هذه الجوانب فقد يصاب الطفل في الشاشترالان كذلك قد يؤدي هذا الهرموان إلى زيادة في الشهية فمن الأشياء الضرورية التي نعملها قبل بدء العلاج التحدث مع رهل عن هذا مثلا لاحظ شهية الطفل إذا لاحظنا شهية بدأت في زيادة فتأكد من أنه يأكل أشياء صحية بدلا من أن يشرب مثلا مشروبات غازية كل ما جاع يأكل شوكولاتات يأكل نشويات سيزيد الوزن بشكل كبير جداً طبعاً وكذلك فالوقاية من هذه الأمور مهمة جداً طيب ماذا عن السن سن البلوغ لدى الأطفال التوحديين بحث في هذه المسألة وكانت الإجابة الذكور لا خلاف أن سن البلوغ لديه مشابه لسن أقرانهم يعني لا يوجد أي تأخر أو تقدم في سن البلوغ لدى الفتيان أما الفتيات اختلفت المراجعة العلمية بعض المراجعة العلمية تقول أن الفتيات المصابات بالتوحديات لديهم قابلية لحدوث بلوغ مبكر أكثر من غيرهم ولكن واحدة من أكبر الدراسات التي عملت في إستراليا شملت ثلاثة ألف خمس فيها الطفل التوحدي وهذا عدد كبير جداً واستنتجوا أن هذه معلومة غير صحيحة وأن عمر البلوغ لدى الفتيات مشابه بأقرانهم المصابات بالتوحب مشابه بأقرانهم ولا يوجد أي تقدم أو دو أخر في سن البلوغ وأختتم محاضرتي بهذا شكراً جزيلاً لحسن الإنصات أزاكم الله خير شكراً جزيلاً دكتورة نسيم عرض وافي وشافي يعطيك ألف عافية أكثر ما كان يميز العرض وضوح وسلاسة المعلومات إن شاء الله سنعود إليك في الأسئلة والاستفسارات حالياً ننتقل للمحور الأخير اللي هي ما هي الإضطرابات النفسية الشائعة في مرحلة المراهقة عند الأطفال أو عند الفتيان ذوي إضطراب طيف التواحد حيكون معانا للمحور هذا الدكتور صلحي الفقيه استشار الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين حاصل على الزمالة والبرد الكندي العام للأمراض النفسية من جامعة تورينتو بكندا الدكتور صلحي المشرف العام على مركز الإرشاد الجامعي ورئيس لجة تعزيز الصحة النفسية بجامعة الملك عبد العزيز نحمد ونستعين ونستهدي ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر لكم التواجبكم معنا في هذه الليلة وأتمنى التوفيق للجميع وأسأل الله لكم فيما نقدمه بائدة وخير لإحالي أطفال للديني عنون من التوحد وأتقدم بالشكر المنظمين وأيضا للسعادة الدكتورة سيهم لأن اختصرت علي كثير من المحاورة التي أتكلم عنها اليوم فكان جيد الفوت لهذا العمل لعلنا يمكن أخصص الحديث أكثر عن إدارة السلوك الجنسي وهو يعني العبارة عن التغيرات التي تفت هرمونيا وسلوكيا لدى الأطفال الأدوي طيف التوحد خلال فترة البلوغ ومحاضرتي أو مادتي اليوم في القسيم إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول سيتكلم عن ما هي هذه المظاهر وما هو فعلا حادث حاليا في البيئات والمجتمعات التي يكون موجود لديها أطفال يعانون من التوحد وأيضا سنتكلم عن بعض التغيرات السلوكية التي تحدث في هذه المرحلة لدى الأطفال وثم سنتكلم في نهاية هذه اللقاء عن بعض الاضطرابات ومعالجتها التي تحدث بسبب هذه المشكلات نحن دائما لما نجي نتكلم عن أي موضوع نحتاج أن يكون عندنا وفرة كافية من المعلومات حتى نتحدث حتى يكون عندنا خارط الطريق لتحدث عن هذه الموضوعات لكن لأسف كما ذكرت الدكتورة كان هناك يعني قلة الأبحاث في هذا الجانب في المجتمعات الضربية وماذا لك في المجتمعات العربية والمجتمعنا السعودي هناك يعني بعض الزملاء كان لهم محاولات في هذا الجانب مشكورين لكن يبقى المعلومات في جانب طريقة التعامل مع البيئة عندنا في المملكة العربية السعودية أو في الوطن العربي تبقى لذلك نحتاج أن يكون جهود المقتصرين موجعة لهذا الجانب في جانب الاهتمام والخبرة الجنسية الأبحاث تؤكد أنهم ينطوي الأداء العالي هما الأبطال التوافدين يكون عندهم مهارات عالية في اللغة وفي الذكاء والسلوك والبالغين أيضا منهم لديهم نفس القدرة على السلوك الجنسي ومقارنة من غير المصابين بالضراب التوافد هذه معلومة مهمة لأن كثير من الأهالي يرون أنه عنده صعوبة في التواصل أو صعوبة في التأقل مع بيئات معينة إذن هو لا يعني يشعر بالشعور الشخص الطبيعي في ناحية الغيرات الهرمونية في ناحية الحاسيس الجسدية وأيضا الحاسيس الجنسية في هذا الجانب أيضا كان يعتقد سابقا أنه المصابين بالضراب التوحد لديهم القليل القليل جدا من الفضرات الاجتماعية الجنسية والغيرات أنا لم أقول جنسية أنا أتكلم عن كل الغيرات الهرمونية ولا أقصد بالتحديد العملية التواصل الجنسي مع أبطال التوحد إذا كان عندهم اللغة الكافية أو حتى ما عنده المعرفة الكافية والقراءة الواقية حتى يعرف كبير التعامل مع هذه المظاهر إذا حدثت ويأتي بعد بدأت المشكلة تتفاقم وتشكل خلق وإزعاج كبير للوالدين أو حتى للطفل فيبدأ يسأل ويهتم بهذا الأمر من الأبحاث التي كانت تريد أن تجد من أين يستقي الأطفال التوحد المصادر المعلمات المعلمات الجنسية فوجدوا أنه في نسبة كثيرة أنه وسائل الإعلام وزي ما أنتم شايفين الآن فيه افتاح كبير وفي وصول لكثير من الأطفال لمقاطع اليوتيوب لمواقع رموما فأحيان يكون فيها إحاءات إما الإعلانات الدعائية أو حتى في بعض المحتوى الكرتوني في هذا الجانب فوجدوا أنه سائل الإعلام لها تأثير في هذا الجانب وما تحتوي أحيانا من المواد الإباحية على الإنترنت كثير من أطفال الخاصة من لديهم يعني كما ذكرنا قدرة عالية على التخليق والتفكير والوصول لديهم لغة قد يدخل إلى الإنترنت ويتعلم بعض الأشياء ويكون هو جزء من شغفه يعرف إيش بيصير من تغيرات في جسده بناء على شيء هو يحدث له فهو حابب يعني تعرف على هذا الجانب أيضا غالبا ما يبدأ فكرة الستناء أو لمس الأعضاء الجنسية في سن 13 سنة تقريبا في هذه الألفة العمرية لذلك الإعداد لا بد أن يكون مبكر لها كان هناك دراسة تهتم بالأطفال اللي هم لديهم محتوى لغوي كبير ويعانون من التوحد فوجدوا أن نسبة عالية منهم كان أداؤهم أو اهتماماتهم الجنسية ومعلوماتهم وتجارهم الجنسية كانت بحد كبير مماثلة ومشابهة لما يقال وغير المصابير لذلك هذا مهم المعرفة الجنسية كان يعني لبعض الطالب توحد هم يعني عموما أقل إدراكا للذات والمعرفة الجنسية لما نقول إحنا الذات هي هل هو يميل إلى نوع معين أو جنس معين أو لا أيضا كان عندهم مشكلة معرفة الآثار والأمراض التي تترتب على هذه الحاسيس والمشاعر سواء الآثار والأمراض الجسدية أو حتى النفسية كثير منهم وجدوا أن فكرة الحامل ما هي موجودة عندهم خاصة لما يكن في تواصل جنسي فكرة الإجاب ما هي موجودة عندهم زي ما ذكرت الدكتور زال الخير لما تبدأ التفات في الدورة الشهرية يكون عندها قابلية للحمل والإنجاب فهذه أيضا كانت غير متواجدة لهم وجدوا وجدوا أيضا الأطفال الذين يعانون من التوقف هم أقل فرصة على الحصول على المعرفة الجنسية والمعلومات التي تفيدهم حتى يتعاملوا مع حاسيسهم ومشاعرهم من الآباء والمعلمين والأقران وهذه كانت مدنية على فكرة أنهم ما لهم مشاعر ما لهم حاسيس في هذا الجانب أو بحكم أنه انتظاماتهم منصبة على جوانب معينة في الحياة إما في الأعداد أو في الأدوان أو في الكتابة أو في الرياضيات أو في أمور معينة في المعارف الألمية فهذا كان مهم أيضا وجدوا أنهم أكثر من أقرانهم في حصول على المعرفة من التلفزيون والإنترنت وأشكال أخرى الموسائل الإعلام هذا أمر مهم لأنه نحتاج يكون لدينا قدرة على معرفة المحتوى اللي شوفوا أبداء أنا حتى نعرف والله هل في نوع من الإيحاءات المعرفية أو المعرفية أو ما إلى ذلك حتى يتم توجيه هؤلاء الأطفال إلى ما هو يعني سلامة لهم أيضا من ناحية المعرفة الجنسية وهي المعرفة الشخص نفسه بما يتم داخل جسده من مشاعر وأحاسيس مبني على تغيرات تغيرات وجدت وجدت الدراسات المستفيدة في هذا الجانب وأقلبها في أوروبا حصلت المهم المصابين بالتوحد خصوصا كانت المعرفة بالنسبة لهم عن الأمور الجنسية متكرمة من خلال تجربة عن طريق المحاولة كيف هي التجربة المبنية على المحاولة يبدأ يشعر أنه داخليا في جسده في تغيرات معينة في أحاسيس معينة فيبدأ باللمس بالتحسس بأجساد الآخرين بالتحسس على الدراش ويرون بعض المشاهد لها علاقات جنسية في تلفزيون أو في مواقع التواصل الاجتماعي فيبدأ ينتبه لها لكنهم قد لا يهتموا في العلاقات الاجتماعية مع الأقران لأنه نعرف أنه كثير منهم يعاني من هذا الجانب في الـ social communication ما عنده قدرة أنه يتواصل بأحاديث المشاعر لكنه من جوه عنده طريقة لمعرف ما يجور في ذهنه أيضا مهم أن نعرف هذا الأمر وهو له جانبين أنه الدراسات تذكر أنه هناك حدد مدل من هؤلاء الأطفال التي تعرضوا لإداء الجنسي خاصة لما يوصلوا إلى مرحلة عن كله إما الإداء الجنسي بالنمس أو بالإلحاءات أو بالإتطار بالجسدي معهم من أقفال آخرين أو من أشخاص آخرين وهما عرضة لأنه خاصة إذا عندهم صعوبة في التحدث عن مشاعرهم أو عندهم لم تتكون اللغة بالشكل الكافي فيكونوا عرضة لأنه يعرف من يريد إداءهم أنهم أقل إمكانية في التحدث عن هذه الصعوبات التي يواجهوها أيضا ينشع عنها أمر مهم وهو اضطرابات الخلق اضطرابات النوم اضطرابات العموم وسنتحدث عنها إن شاء الله قليلا أمر مهم هو أنه العموم التعليم والتوجيه فيما يخص للطرقة الجنسية حاليا هو غير كافي لهذه الفئة لذلك كان مهم أن نخرج من النظرة المجتمعية أنه ما نتكلم عن هذه الأمور أنا ما أقول أنه نحن نقل بالطفل ونتكلم أمام الملاء لكن الوالدين مهم جدا لهم أن يتعلموا كيف يتناقشوا مع ابنهم في هذه المشاكل يكون عندهم المعرفة الكافية زي ما يهلموا الأطفال الآخرين أطفالهم الأسوية اللي ما يعانوا من التوحد يجب يهلموا الأطفال الآخرين خاصة إذا كان عنده لغة وابية طيب يتساءل البعض يقول يا دكتور طيب هو ما يتحدد إحنا نعرف الناس اللي يعملوا مع الأطفال التوحد أنه هناك آلة تعلم للطفل إما بالكرمان من شيء أو بإظهار المشاعر أو تصرفات معينة أمام الطفل أو إضافة شيء له فالطفل أحيانا يتعلم بالبحاكاة وأغلب الوالدين للأطفال لعانوا من التوحد بعد سنوات يعني هو حيش معكم عشر معشر سنة فغالب أنتم عاربين كيف هو طريقة التعلم وهل هو طريقة التعلم بالحديث إذا كان عنده اللغة أو لا هو بالسلوك زي ما تعلموا مثلا الحمام أكرمكم الله زي ما تعلموا الأكل على الصفرة زي ما تعلموا الترتيب زي ما نعلم وكلهم لازم نعلم كيف تصرف مع أحاسيس الداخلية لما نقول إحنا التربية الجنسية هي إحنا نتكلم في كيفية معالجة المشكلة بطريقة تربوية حسنة حتى ما يشعر الطفل إنه في صراع هو لديه مشاعر وحاسيس داخلية من الهرمونات والتغيرات وفي نفس الوقت ومو عارف كيف يتصرف في هذا الجانب ما عنده اللغة الكافية على شيء يتواصل مع اللي حوله ما عنده المعرفة الاجتماعية والمعارفة الاجتماعية اللي تحكم هذه الاتصرفات فيبدأ مثلا يتعرى ممكن يلمس مناطق حساسة في جسده أمام الآخرين فيسبب إحراج لأهله وقد يكون يعني في موقف مثلا يكون في طووف أو أحد في البيت ممكن يأخذ له يعني أدى أو ضرب من الأهالي لأنه يعني بيشعر بشيء داخل فيكون في صراع في هذا الجانب أيضا كما ذكرنا سابقا أنهم للأسف يحصلوا على من التعليم مقارنة بغير المصابين في التوحد هذا أمر مهم وأنا أتفهم جدا هذا الحرج والتردد عند الأباء والأمعات في تعليم الأطفال مقوية التوحد في كيفية التعامل مع حاسيسهم ومشاعرهم بالطريقة المناسبة هذا التردد مبرر بالسبب أنه يخشوا في الغالب أنه يعني يفتحوا قنوات جديدة للطفل وهذا في الواقع خوف غير صحيح لأنه مع العمر مع السن كما يتقدم يكبر جسمه يكبر أعضاء التناسلية يكبر حاجياته فلابد من تعليمه إذا ما علمناه في مرحلة مبكرة يتصرف منها إذن سيكون هناك إشكالية مستقبلا الدراسات تقول كلنا نعرف أنه كثير منهم ينخرطون في سلوكيات غير لا والسبب أنه ما عندنا قدرة على توجيههم من البداية ما أعطيناهم المعلومات الكافية أو حتى التوجيه الكافي بطريقتهم اللي هما يتعلموا فيها في سن مبكرة قد يكون عندهم يعني اللمس للأعضاء التناسلية كثرة إدخال اليد تحت البنطال الاستمناء في وجود الآخرين أحيانا التعري في الأماكن العامة أحيانا اللمس الآخرين بشكل غير لائق ولابد من الانتباه لمثل هذه السلوكيات أنا هتكلم بسرعة عن الجانب الثاني في محاضرتي اليوم وهو التطور الجنس الطبيعي في الطفولة هنتكلم في الطفولة من الولادة حتى عام واحد وبعدين الطفولة المبكرة من سنتين إلى خمس سنوات ثم المتوسطة إلى المتأخرة من ستة إلى اثنى عشر سنة وأركز فيها على الجانب النفسي لأنه الدكتورة نسيم زال الله خير غضب كثير من هذا الجانب في المرحلة الأولى يبدأ في اكتشاف مناطق المتعة يشعر أنه في إحساس فيبدأ يلمس مناطقه وعضاءه التناسلية بفركة ويجد كثير من الأمهات والأباء اللي مثلا عندما يغير الحفاظ يجد أن الطفل يبدأ يلمس مناطقه الطفل السابع يمكن يعني نطبط برفق على يده ونقول له لا ولا أيب ونعلمه بعض الأشياء لكن الطفل اللي يتوحد لابد يكون عندنا القدرة على اشتعام معه بما نعلم ما هو هذا طريقه لتعلم في السنة الأولى بعض الطفل يكون عنده خرب جسدي وإحساس يريد يعني أن يكون في إنساف وتشبث والحضن أيضا في الرضاعة في أفداء الملابس في بعض الألعاب يكون هناك في ما يسمى هي تعديل التخفيز الذاتي ليتوافق مع ردود الفعل الخارجية من الأخر كيف هذه الفكرة إنه صفل يبدأ في سلوكيات معينة فإذا وجد قبول من العائل اللي هو الأب والأم يبدأ يعني استمر فيها لكن لما تعدل من الفكرة مبكرة يبدأ ينتبه لهذه الأمور أيضا يكون هناك أحيانا باستجابة للآخرين عن طريق اللمس والتقبيل والمعانق وهذه حاسيس ومشاعر في الأصل الطبيعية يحتاجها الطفل فلن يعني نعنف البنت أو الولد بناء على هذه السلوكيات هذا السلوك طبيعي لكن مهمتنا تعديل المظاهر اللي قد تكون تنشأ عنها مستقبلا من سنتين إلى خمس سنوات يبدأ الاهتمام بالجسد السؤال عن وظائفه مثلا الفام يبدأ يعرف العياد الأطراف الأصابع وبعدين يعني كأنه زي الحلقة الكبيرة يبدأ من الأطراف ثم يتجه إلى منافق الوسط البطن والأعضاء التناسلية يبدأ يسمي أعضاء الجسد وظائفها يبدأ يكون مهتم اهتمام شديد بالإحساس الجسدي زي ما يتألم في بطن ويحس أن بطن تلعب أو تتحرك وأيضا يشعر أن هناك يعني أحيانا في الأولاد مثلا انتصار يبدأ يكتشف في هذا الجانب يبدأ يسأل أسئلة حوله كيف يتنجاب كيف الولاد ويسأل أمه بعضهم يعمل نكت فيما بينهم العضاء تناسلية يكون في أحيانا انبهار بين كلمات الجحائية لها مذلولات معينة تفاعلات الوالدين للتعبير عن الموجة فيما بينهم أحيانا الأطفال يفهموها بطريقة أنه هي إحاءات جنسية التواصل والرد على الآخرين مع العناق والقذولات أحيانا أمام الأطفال لا بد من الانتباع لهذا الأمر أحيانا ينشأ أن الأطفال في هذا السن من العلاقة الحمينية بين الوالدين لذلك يعني أنا أتفاجأ أحيانا بعض الوالدين يعني يذكر مثلا في الميادة أنه قد يكون هناك يعني علاقة مع بين بين السوجين والأولاد يعني موجودين أو يناموا معهم في الغرفة وما هم متأكدين مثلا أنهم ناموا أو ما إلى ذلك دائما بدايات الاستكشافات الجنسية تبدأ معها لذلك مهم 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 من الانتباه لإيش يسوه يعني أحيانا نترك الأولاد لساعات طويلة في غرفتهم مهم نحن نحن نعرف ما يصير هناك فممكن نحن نسيب الباب مفتوح نخلي الألعاب ينعبوا معنا في الصالون تحت المراقبة ما نحاول نتأثف ونتأدى كثيرا من لعبهم أمامنا لأن هذا شيء صح إنهم مزعجين صح إنهم صوتهم عالي صح إنهم يلقف كل مكان نبت من مراقبتهم ساعتين ثلاثة وإحنا قائدين نشرب جاي وإحنا عارفين إش يصير خاص لأنه يكون عجل خليل ثلاثة هذا يكون فرصة لأغلب الأبطال يكون أسوأ لما يكون أحد الأبطال يعاني من التوحد بين أبطال لا يعانوا من التوحد يكون من الأسف هو حرض باكتشاف للاكتشافات من الأقران الغير هذه أمر مهم في هذا الجانب من سن 6 إلى 12 أيضا مرحلة مهمة يستمر في التخيز الذاتي وغالبا ما يكون في السر في هذه المرحلة لأنه الطفل بدأ يكون معرفة أن الوالدين غير مسرورين ومفتاحين لبعض التصرفات هو يبدأ يمارسها في السر استمرار اللعب والاستكشاف الجنسي خاصة وقت النوم وخاصة لما يكون من أقران من نفس الجنس أو الأقارب وخاصة لما يكون سري ومخفي عن الكبار أيضا يكون هناك مناقشة الأقران بشأن السلوك الجنسي ويبدأ يعني يحاول اكتشف العضاء التناصلية للفتل الآخر يكون هناك اهتمام شديد بالأبطال من الجنس الآخر زيادة الحاجة إلى التناصلية الشخصية كيف يبدأ في الهن الهوائية يبدأ يجلس مع أقران يبدأ يجلس بغرفته كثيرا حتى يأخذ راحة في اكتشافه لأعضاؤه التناصلية هذه فرصة أيضا للتواصل بين الوالدين وكيف تقول هذه التذكورات لأن خلاص احنا وصلنا إلى قوة البئر في هذه المرحلة فلابد من التحدد بهذه الأمور مع الأطفال صبيب التوحد خاصة إذا ذكرنا لغتهم متفونة بشكل جيد طيب الآن سنتحدث على عجالة إن شاء الله وأعتدد للتأكير في جانب الاضطرابات التي تنشأ الضرابة للقلق لدى الأطفال المصادين بالتوحد هو أشهر وأكثر أكثر هشيوان هو مرتبط تماما بالصحة النفسية والعقلية للأطفال والمراهقين عموما وينشأ بكثرة في الأطفال اللي عندهم توحد 20% من الأطفال المراهقين ويجبنوا طلع فترة من فترات حياتهم وهذا أمر مهم جدا البعض يتصرفوا كأنه يعني اقتراب نقص الانتباه ويتصرف بطريقة سيئة أو غير مناسبة لأنه زي ما يكون مثلا الشخص المهموم بشيء مسرح ودهنه شارد في أمر معين فالطفل أيضا يكون مثلا ما هو منتبه اللي بيسير حوله يكون مثلا هو سارح في قلق في خوف ويبدأ يلمس أعضاؤه الكنسولية لأنه أصلا شارد دهنيا في فكرة معين للأسف أنه القلق الغير معالج يؤدي هذا حقيقة المية ومعروفة في الأبصال ذويات موحد وغالبا الوالدين يلاحظوا اختلاف في السلوك في سن مبكرة لكن غالبا اللي أيضا ما يدركون كيش السبب اللي ينتبر ليش يقلق بعضهم يقول يا دكتور ما عنده شي خاف منه ليش يقلق هو لسه صغير مو صحيح الطفل زي ما انتم لكم خاف مثلا مالية اجتماعية مستقبلية هو يخاف على والدينه يخاف من الانتصال عن والدينه يخاف من أشباح يجنه يخاف من متعيرات يصير في البيت عرف لما يشوف عم عرف لما يسمع الأصوات هناك أمور عديدة مهم الانتباه لها بعض الآباء والأمهات ينظرون سلوكيات القلق على أنها سلوكيات طبيعية وهذا أمر مهم يمكن التساؤل كيف يا دكتور نحن نعرف أنه والله هذا سلوك قلق أو هذا سلوك طبيعي بعوامل كثيرة أحدها وأهمها أنه يبدأ هنا تغير معين في فترة محددة في تصرفات بسلوكيات يعني مثلا كان يلعب ويهتم بألعاب معينة سار قليل لات قليل النوم قليل الأكل جوائي أكثر فهذه السلوكيات متغيرة حتى الطفل لما ما يتحدث الوالدين يعرفوا أنه هناك مشكلة عند ابنهم وخاصة لما يكون الطفل لديك واحد بسبب مهم أنه نعرف إحما أنه الآباء والأمهات يمتط وقت كبير جدا بالاعتناء بهؤلاء الأطباء فمن المهم أنه ينتظروا إذا هناك تصرفيات أو تغيرات معينة وتحديدها وقتيا بظروف اجتماعية قد تنشأ وتسبب هذه المشاكل كثيراً يمسك يمسك على بطنه وأنه نذكر حديث من هذا الجانب مثل الجسد الواحد يشتكى منه عبو داع له سائر الجسد بالسهر والحمة يعني من يشتكى في فترة القلق أيضاً تأتي له بعض الأفكار والمقاوف من وجود أشباح من أحلام مزعجة يبدأ يتغير في عواضح ويبدأ وكان يعني عنده مشاكل في التوحد في يبدأ يعني ما كان مهتم جداً بالقرب والالتصاق مثلاً من والدته لكن فترة ساق جداً متسقت والدته وما يتركها يعني كونت الله تذهب حتى لدورة المياه عند الباب يسيح تماماً حتى في المطبخ مثلاً أو أبوه فيبغى أحد يكون موجود لأنه هو يشعر بدخول تبدأ سلوكياته تختلف يبدأ في عم بدأ في عب مثلاً يابيه بدأ ما يهتم في مثلاً شاهدة بعض البرامج التلفزيوني اللي هو كان يشبه لها أحيان مع أخوانه إذا هو يلعب بدأ ما يهتم باللعب معه الأمر الثاني اللي هو العوم وهذا أمر شائع عموماً في الأطفال اللي عندهم التوحد لكن وأيضاً يزيد في فترة ما بعد البلوغ والأسباب عديدة وأهمها وأهمها أنه في شعور داخلي بحاجيات هرمونية جنسية معينة فيبدأ يكون هناك طريقة معالجة غير صحيحة تنشؤ عنها كبت لمشاعر هذا الطفل سواء عواضفه أو حاسيسه جسدية فيبدأ يتطرج كعم إما ضد الآخرين أخوانه أو حتى والدينه بالعض لهم أو بالضرب أحياناً أو حتى يعني عض يديه أو جسده ويكون هذا يعني في جانب العمد وجسده أيضاً يبدأ في مرحلة التمرد ما يستجيب للأوامر جميعاً لأنه هو يشعر أنه كل شيء لا 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 فيبدأ خلاص يصير هو عنده ذهنياً أنه أنا أتصرف مع الوالدين بعدم الاستجابة لهم هم لا يستجيب لي أنا لماذا أستجيب لهم ويصير يعني يعني يعاملهم بالطريقة مشابهة لما يعني عاملون هم طبعاً نقول أنه بيعي من الأهالي أحرص أحرص الناس على أبداعهم هذا أمر يعني لا شفي لكن أحيان ما عندنا الوسائل والمعرفة كافية في هذا الجانب اضطرابات النوم اضطرابات شائعة في هذه الفترة عموماً في الأطفال خصوصاً في مرحلة البلوغ وأكثر شيوعاً عند الأطفال اللي عندهم توحد وأكثر إذا كان لديهم مشاكل في العم وأكثر إذا كان لديهم أيضاً خلق هذه كلها عوامل قد يكون أيضاً هناك قابلية جينية يكون الأب والأم أو الأقارب من الدرجة الأولى عندهم قلق أو توتر أو ما إلى ذلك فيبدأ بالتأخر في الذهاب للنوم أو الاستيقاظ مرات عديدة أثناء النوم أو حتى الاستمناء أو الممارسة الحسية الجنسية قبل أو بعد النوم وهذه نحتاج ننتبه لها في طضية التهيئة لأنه يعني الزملاء أيضاً لاحظوا هذا الشيء أنه كثير من الأهالي قد ما ينتبه للشيء هذا وقت استقاظ الأولاد أو حتى وقت قولهم للنوم هذه المرحلة مهمة لأنه قد يكون هو يكون بنمارسات غير مناسبة أمام أخوان فهو ما عنده الإمام الكافي بإش يعمل أو هذا أيض أو غير ناسب فإحوانه أو أخواته يكونوا ينظرون إليه أو يشاهدون بهذا الموقف لذلك مهم الاتباه له وأيضاً لا نتوقع أنه أخوانه أو أخوات يتحدث معنا بهذا الشيء لأنه هم قد يكون مسلمين بهذا الفعل أو قد يكون أخبرهم هم ما وصلوا للمعرفة الدينية الكبيرة في هذا الجهة لن أضيل في جانب المعالجات لكن بالدرجة الأولى التوعية 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 تبدأ من التوعية المجتمعية التوعية العالية للوالدين بالدرجة الأولى في طريقة التعامل مع هذه السلوكية والمعالجات كثيرة مسلمين الله خير تذكر الكثير منها لكن أنا أتكلم عن الجانب المعالجات السلوكية وإستشارة المختصين في هذا الجانب اليوم عندهم قدرة كافية على إعطاء وصفات سلوكية للوالدين في طريقة التعامل مع هذه المحفزات أيضا مهم أنه نعرف المحفزات كيف يتحفز الضوكية نحن نعرف أنه المحفزات التصرية محفزات سمعية محفزات خسية لابد من معارف من يتلقى في هذا المحفزات حتى يكون عنده هذا الزيادة في السلوكيات الغير السوية فنبدأ ننتبه لها ونعالجها ونقلل منها أو ننعها بالترجة الأولى الأدوية إذا لازم الأمر وأنا شخصيا لا أفضل ها إلا في حالات معينة يكون هناك في احتياج لها إذا كان في هناك خطر على الطفل من هذه الممارسة خاصة لما يوصل إلى مرحلة العنف أو الخلق الشديد أو بدأ يأثر على قدرته في الأكل أو التعلم وجربت في التشارات والمعالجات السلوكية وما كان هناك استجابة فوقت هنبدأ نفكر في بعض الخيرات الجوائية في هذا الجانب أنا أشكر لكم جميعا حسن استماعكم وإصداءكم وأشكر المظلمين على هذا الأمل وأهم بارك الله لكم جميعا نحن 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 معلومات جدا قيمة وأنا أكيدة أنه كل الأسر والأهالي استفادوا من هذه المعلومات الآن ننتقل للأسئلة دكتورة نسيم في سؤال طفلي عمره ثمان سنوات وأحد الأطباء أفادا أن لديه بلوغ مبكر بسبب حركات يقوم بها يضغط على منطقة العانة وأيضا بعد إجراء التحاليل وبدأت معه بإعطاء حقن لتأخير البلوغ وبعد عرضه على طبيب في مستشفى معين أفاد أنه لا حاجة بإعطائه هذه الحقن ولكن لابد من عرضه كل ستة أشهر لمراقبة حالته طفلي عنده مشكلة في خلايا الدماغ نتيجة إصابته بالمادة البيضاء في الدماغ ما رأيك دكتورة؟ السلام عليكم طبعا هو تعريفنا لمرحلة البلوغ هو أكثر ما يكون جسدي بمعنى إذا كان طبي عمره طفل ثمانية سنوات وظهرت عليه علامات البلوغ أنا ما أتحدث هنا عن السلوك أتحدث عن تغييرات جسدية هو بالأخص نمو في حجم الخصتين وهذه طبعا تكون بالفحص السريعي فإذا كان هناك علامات مثلا ظهور في شعر العانة ظهور في الشعر تحت هذه وما إلى ذلك فهناك بلوغ حقيقي فضروري أعمل طبعا الفقصات التشخيصية طبعا صعب الإجابة على السؤال من غير رؤية الطفل ولكن إذا كان هناك بلوغ فضروري جدا نتأكد من سبب البلوغ ومن ثم أخذ العلاج وذلك زي ما أنا ذكرت سابقا الهدف الأسمى من إعطاء العلاج في هذه المرحلة طبعا بعد التأكد إن شاء الله أنه ما في أي مشاكل يعني في الهرمونات أو الغدد وذلك فإذا ظهر مثلا أن البلوغ حدث من غير ما يكون في سبب معروف أو أن نطق عليه مثلا طبيا أيدي بثك ففي هذه الحالة ضروري من استمرار العلاج لأنه توقيف العلاج حدث لتطور البلوغ وتطور العمر العظمي وفي الأخير الطفل اللي يخسر من الطول النهائي فأنا صراحة ما أعرف يعني أتمنى أن يكون أفتك بالإجابة ولكن نصيحة أن يكون يتابع دكتور مدخصص في اضطرابات الغدد الصماء لدى الأطفال طيب هذه هي نصيحة شكرا شكرا يطيك العافية دكتورة في سؤال ثاني فتاة عمرها عشرين سنة عندها لخبطة في الدورة الشهرية ومن يوم بدأت معها الدورة من عمر حداعشر سنة وهي ملخبطة أحيانا تجيها مرتين في الشهر وأحيانا يمر شهرين ما تجيها الدورة نعم في هذه الحالة الفتاة عمر عشرين سنة وهي خلاص تدخل تحت الطب البالغين فأنصح يعني معاينة طبيبة نساء طيب من الأشياء اللي يعني نحن كأطباء وضع صماء في هذه الحالات نرغب للتأكد أنه عادة موجود حالة تكيوسة مبايض اللي يكون معها مثلاً عدم انتظام في الدورة الشهرية مع وجود زيادة في ظهور حب الشباب في الوجه زيادة في ظهور الشعر في الوجه في الجسد عند الفتيات ومثلاً تكون صاحبة أحياناً مع زيادة الوزن فهذه من الاحتمالات الوالدة كذلك يعني اتقربات رمونات وغدة درقية قد تسبب عدم انتظام في الدورة الشهرية قد تكون هناك أسباب يعني خاصة بين مجال النساء والولادة فمن الفضل يعني رؤية طبيبة النساء وأخذ الشهر فيما في صدرك أعطيك العافية دكتورة شكراً جزيلاً العافو شكراً لكم دكتور صلحي في سؤال كيف يمكن نفهم الولد التوحدي معنى البلوغ والتعامل مع الآخرين وبالذات البنات أو الفتيات طيب أنا أفهم أنه كيفية التعامل مع البنات والبديات أنه الطفل التوحدي هو ذكا زي ما ذكرت هو يعتمد على شيئين الشيء الأول اللي هو مستوى الذكاء عند الطفل الذي يعاني من التوحدي إذا مستوى الذكاء آلي هو غالباً عنده القدرة الدهنية الفترية على معرفة المصطلحات الجديدة عليه هذا في الأول الشيء الثاني اللي هو تكون اللغة إذا عنده لغة كافية هو يستطيع التحاور والفهم فإذا كان من هذا النور التواصل معه يكون تواصل زي زي الأولاد الآخرين ويبلغ يعني يتكلم معه طبعاً مع حافظ خصوصية يسمعها يحتاج أكثر من الجلسة ممكن يكون لدور الأم يكون لها الدور بحيث أنه يشعر أنه الأمر فيه نوع من التطبيع أمر طبيعي أنه إحنا نتكلم مع ابناء في هذه المشاعر والأحاسيس اللي عنده فهذا بالنسبة للطفل اللي عنده هذه اللغة التعامل مع الفتيات أو البنات الصغار إحنا نبدأ نقوله أنه يعني هذا من أمر خصوصية للآخرين زي ما أنت ما نبغى أحد يلمسك ما نبغى أحد يعني يرفع السروالك أو ينظر إلى عضاءك الداخلية برضو الآخرين ما يبغو أحد يسوي لهم كذا الآخرين ينزاجوا الآخرين يخافوا فيبدأ هو يعني يتخيل الموقف كذا الآخرين منزاجون من من تصرفان هذا بالنسبة للي عنده محتوى لغوي جيد بالنسبة الأطفال اللي يكون مستواهم الدكاء جدا بسيط أو ما عندهم لغة هؤلاء بالمحاكاة وهذه تحتاج مختص علشان يدرب الأهالي كيف يبدأوا خطوات التواصل إما بصور معينة زي ما ذكرت كترة نسيم أو بإعطاؤهم أشياء كمحفزات إذا تركوا الأشياء اللي هي يعملوها أو أيضا سلب منهم بعض المزايا اللي يعملوها إذا كان يعني ما استجاب الطفل فإحنا نقول نبدأ للمستوى الثالث من المعالجات السلوكية وهي عزبه في الأوقات والضروف اللي نتوقع طالبا إن ممكن يبدأ يلمس البنات الصغار بطريقة جيدة ومراقبته أو جعل المكان فيه أحد بالغ ومراقبته في أثناء اللعب الأولاد والبنات تسوي تمام دكتور أعطيك العافية في سؤال أيضا متى يحتاج المراهق إمكانية التعلم حتى حسب العمر حسب هل هو أخذها أول أو لا ولها طريقة معينة في اكتساب أعطيك العافية دكتور أيضا في سؤال ابني عمره ثلاث سنوات ونصف مصاب بسماء التوحد وانحسار في المادة البيضاء بالدماغ يقوم بفرق أعضائه التناسلية بالأرض عن طريق هز الجزء السفلي فقط من الجسم حتى يغلبه النعاس وينام هل من طريق لتشتيته حيث أنه صغير بالعمر ولا يرغب بالنوم إلا بهذه الطريقة وظهرت هذه التصرفات منذ ستة أشهر أنا أتوقع والله أعلم أنه هذه من الحركات نسميها sensory processing issues اللي هي الأمور الحسية اتفاعلية عند الأطفال اللي هو يحاول يغز جزء من جسمه أو يدور نفسه أو ينظر إلى الأمور بزاوية معينة حتى يتعب وينام فليس بضرورة أنه هو يشعر بحاجيات جنسية جسدية تناسلية جنسية وإنما هو يفعل هذا جزء من الروتين ل ل ل ل ل ل ل لدخل في النوم فنبدأ ننتبه هل في أمور مقلقة لو في الغرفة هل هو مثلا يضايق من الإضاءة هل هو يظل الأبو يكون موجود هل هو ما يضغل إضاءة عشان ينام هل نومه فعلا متأخر ولا لا هل هو مثلا ينام ياخذ قيلولة فنبدأ ممكن نحرمه من نحرمه من القيلولة النهار علشان يدخل مباشرة للنوم ونحاول ما ندخله لغرفة النوم إذ لما يكون فعلا متعب ومرهب وجاهز لنكم تمام حالة مقبل ظهورها برضو ينطبق عليها نفس القاعدة الأولى اللي هو هل هو عنده محتوى لغوي جيد يستطيع من خلاله معرفة المعلومات المعرفية أو لا فإذا عنده محتوى هذا ممكن التحدث معه بأمور مثل أنه المشائر هذه أحيانا الإنسان يكون عنده حاسيس داخلية تعال يتكلم معنا فيها لا بد يشعر الطفل أنه يستطيع يتحدث بهذه الأمور مع أبو وأمه لكثير من قلهم لا ما تسوي بس نهاية ما نتكلم معهم ما نجيس معهم على إجراء ونتكلم معهم فأول شيء نجيب أن نتكلم معهم ونوضح لهم أن هذا أمر الطبيعي عندهم هم زيهم زي الأطفال الآخرين لديهم مشاعر في هذا الجانب الأطفال اللي ما عندهم لغة يصعب حقيقة الاتحدث أو معرفة كيف تهيئتهم لكن تتم بالمقاييس السلوكية المقاييس السلوكية غالبا ما تكم مع مختص يوضح بعض الممارسات اللي قد تنشأ مستقبلا عنها سلوكيات جنسية أو من ناحية اللمس من ناحية الاتشاف العضاء أمام الآخرين أو لمس الآخرين ولها طرق وعلاجات كثيرة أنصح بالذهاب فيها للمعالجين السلوكيين للضرابات التوفيقية أعطيك ألف عافية دكتور في سؤال لدكتورة ناسيم هل تنصحون في تعميم إعطاء حقا لتأخير البلوغ للتوحديين بشكل عام بخصوص الحقن كما ذكرت سابقا الحقن لها عرض جانبية ولذلك يعني ممكن من عطائها للأطفال ولكن إذا استدعت الحاجة مثلا كونه الطفل توحدي وقادر على استيعاب المرحلة القادمة وتم تحضيره بشكل جيد فلا داعي لأخذ الحقن أما إذا كان الطفل مثلا يعاني من صعوبات يعني مثلا نرى مرة في السنة أو مرتين في السنة مثلا أتكثر أكثر للفتيات يعني عند الأله مثلا يكونوا قلقانين أن الطفلة لن تستطيع التعامل مع مثلا الدورة الشهرية غير مؤهلة تحتاج وقت أطول فهذه من الدواعي لإستخدام الحقن مثلا يعطائها وقت محدد ولكن لا نصح باستمرار الفتاة طويلة جدا لتجنب راضي جانبية يعني مثلا سنة سنتين على أكثر تقدير تمام دكتور ودائما ودائما الوقاية خير من العلاج والبدء في التهيئة المبكرة بتساهم بشكل جدا كبير في الحد من هذه السلوكيات أو التصرفات الغير مرغوبة زي مثلا أن الطفل بيتعرّب شكل كامل أو بيلمس مناطق حساسة في جسده أو جسد الآخرين وهكذا إذا تسمحوا لي أضيف هو في قضية بالمعرفة إحنا لا نقصد فقط الطفل بالدرجة الأولى إحنا نقصد الوالدين إنهم يكونوا مستعدين معرفيا وذهنيا إنهم يتعاملوا مع الموقف إذا حصل عندهم مكلول جاهزة لهذه المشكلة عندهم إمام كبير ومنظاهر المشكلة عندهم النظر لها حيث ما يتفاجأوا بعد فترة إن الطفل والله كان يمارس الشيء هذا وأخته قالت بعد مثلا تقول لي يا ماما مثلا هو من شهر يسوي زي كذا فيكون يعني تعرضوا أخوانه وأخواته لمشاهد كثيرة في هذا الجانب فدائما إحنا نرغب من الأهالي إنهم يكونوا على استعداد وانتباه بالدرجة الكبيرة أنا ما أقول إنه يصير يعني كل شوي وإحنا شرطة فوقه ومع أخواته وأخوانه لكن ما يمنع إنه من فترة لفترة إحنا يعني نلعب معاهم نتلس معاهم نشوف إيش اللي صاير بينهم زي ما ذكرت في قبل الدخول أو للنوم أو يعني بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة صحيح دكتور وأضيف على كلامك وكلام دكتور نسيم إنه العلاقة الوالدية بين عفوا بين الأم أو الأب وبين ابنهم بتساهم يعني بشكل جدا كبير في نقل هذه المعلومات أو هذه التهيئة الذهنية والتهيئة النفسية للطفل فضروري إنه الأهل دائما يكونوا على يعني اطلاع على كافة السلوكيات عند أطفالهم يلعبوا معاهم يقعدوا معاهم فترة ما قبل النوم يشوفوا باستمرار المستجدات في السلوكيات ما يكونوا غايبين عن نظرهم فترة طويلة عشان يعرفوا ويتعاملوا مع هذه التغيرات أول بأول صحيح يعطيكم العافية شكرا جزيلا دكتور صلح الفقيه شكرا جزيلا دكتور نسيم شكرا لكل الحاضرين معنا تستمنعنا جدا بلقاء اليوم في المحاضرة التثقيفية الخاصة بالبلوغ والمراهقة عند الأفراد وإطراب طيف التوحد إن شاء الله نكون معاكم لاحقا في محاضرات تثقيفية لاحقة تابعوا الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وإن شاء الله تكون المحاضرة مسجلة وموجودة في رابط على تويتر شكرا جزيلا لكم ونلقاكم على خير فمان الله حسنا لكم نية ترجمة نانسي قنقر